السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما بلش بهذا الفيديو صلوا على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو بدنا نشرح شلون بنخفي البريد الالكتروني او رقم الهاتف يلي عملنا اللي حسابنا الفيسبوك. يعني اذا حدا بحث عن البريد او بحث عن الهاتف ما حدا يلاقي حسابنا او اذا حدا دخل الى الحساب ما يلاقي بقسم يعني يعني قسم المعلومات اللي موجود في حسابنا الفيسبوك. بنخفي الهاتف والبريد. الخطوة بسيطة جدا والجميع هاتف الاندرود فقط ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم من جديد. مثل ما ذكرنا راح نشرح شلون بنخفي رقم الهاتف والبريد الالكتروني يلي عملنا عليهم الفيسبوك. يعني نحن بنخفيهم لحتى ما حدا يعرف شو هو رقم الهاتف او البريد يلي منشأ عليهم هدا الحساب. الخطوة بسيطة جدا ولكن قبل متابعة شرح الخطوة بتمنى منكم دعم لقناتي هاي هتوصل الى المليون مشترك. نعم انا هدفي هلا هو الوصول بهاي القناة الى المليون مشترك. لهيك اخي. بتمنى منك انك تكون انت من بين الاشخاص يلي ساعدوني للوصول الى المليون مشترك والى المليونين مشترك لاحقا ان شاء الله. بتمنى ايضا تفعيل زر الجرس اللي موجود اسفل الفيديو. راح نفوت الى حساب الفيسبوك البرنامج اول شي. راح نكبس على الخيارات فوق على اليسار ثلاثة هاي الخيارات. بننزل للاخير الى تحت. راح نكبس على الاعدادات والخصوصية. وقت كبسنا انفتح قائمة راح اكبس على خيار الاعدادات. طبعا اه هون انا راح اكبس على المعلومات الشخصية اول شي. المعلومات الشخصية. عندي هون انا تاني خيار معلومات الاتصال. لهي انا يعني شلون منشئ احزابي? لاما بريد لاما رقم هاتف لاما تنتين سواء. بصلا فتقنا الى هذا البريد. اه راح يكون من تحت مكتوب من يمكنه رأية عنوان بريدك الالكتروني هذا. انا يعني بتكون هي محطوطة العامة او الاصدقاء فانا بحط انا فقط. وبرجع بخفي كل البريد وبخطع على رقم الهاتف اللي منضاف كمان وبخفي وهيك ما بقى حدا يشوف اه رقم الهاتف اه والبريد الالكتروني في حسابنا. اتمنى ان يكون افادكم هذا الفيديو.